اشتركوا في القناة بالبداية صبايا هنكسر الشعر بليس التكسير هاي الطريقة هتعطينا حجم اكبر للشعر وتعطي جمالية اكتر للتسريحة نحن اخد خسال عشوائية من الشعر ونعمل لتكسير من عند الجزور لنهاية الخسلة الخطوات صبايا موضحة بالفيديو خطوة بخطوة بتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية لحتى تحصلوا على النتيجة المطلوبة ترجمة نانسي قنقر خلق صبايا بعد ما خلصنا من تكسير الشعر بالكامل لحنقسم الشعر ونلفه بالفير لحناخد القسم السفلي من الخلف ونرفع باقي الشعر بالملائط بالمشتر رفيع لحننفش جزور كامل القسم بعدين صبايا حنبخ القسم بالكامل بالمثبت لحتى يثبت معنا التنفيش اللي عملنا نحن استخدم بلف الشعر الفير لراسه ديق لحتى نقدر نكمش خسلات الشعر القصيرة ولحن نلف في كامل خسلات القسم السفلي بعد ما نفشناها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما انتهينا صبايا من لف شعر القسم السفلي بالكامل لحناخد اقصى من الشعر المرفوع نرجع بنعمله تنفيش عند الجزور بالمشتر رفيع وبعدين بنعمله ضربات بالفير وبنفس الخطوات صبايا لحنكمل كامل الشعر لحتى نوصل لعن شعر الغرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الآن صبايا بعدما لفينا خصلات الشعر بالكامل بالفير لحنا استخدم مشط الشوكي باستخدام هالمشط حنمشط كل خصلة لحتى نفرق خصلاتها عن بعضهم بهالخطوة صبايا حنحصل على موديل اجمل وعلى حجم اكبر للشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنفرق شعر الغرة بشكل جانب يحيكون الشعر تلتين بتلت بعد انصبايا حناخد خصلات الغرة ونعملها تنفيش عند الجزور ونجرع بنعملها لفي بالفير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة